بصوا كما عاشون سين المسألة رقم تمانية بيقولي اتناشر ونصف كيلو بار وربعمية درجة أتناشر اللفHar يبرك يتعد على أصبار مloe90 مولاي وأتنشره في الصورة 40 درجة يبقى التربينة او البامب ايديا. مفيش في دووتر هيتنج. اند ركز الكلمة اللي جاي ديبه لإيه? خمسين في المية خمسين في المية فراكشن اف الكتريسيتي تو توتال انرجي اوتبوت. تو توتال انرجي اوتبوت. هو توتال انرجي اوتبوت عبارة عن اين? عبارة عن الكتريستي زائد الهيت اللي تحط في البروسيس. ده اللي تخرج حاجتين. البروسيس والكهرباء الالكتريكل. هو بيقول لي الالكتريكل لمجموع الكهرباء والهيت خمسين في المية. يعني لو كان خارج من البروسيس ديت. اه مية يبقى خمسين منهم كهرباء وخمسين منهم حرار. طب انت عايز ايه? اول حاجة عايز منك. اه بتاعت يعني المستفادة عن المدفوع. اللي استفدنا استفدنا حاكتين. والكهرباء على اللي دفعناه في البويلا. دي حاجة. الحاجة التانية بقول لك خلي بقى دي فرق بقى من كو جنيشن. اه بلاند افشيانسي والكومبين افشيانسي. بقول لي هاتلي كومبين افشيانسي لو. سيبارت الكتريك. اندي ستيم جينيريشن بلانت. بروديوسينج زي سيام اوتبوت از اباو. اريوز. فور color cases. تيجزى حمسة وتمانين في المية. يعني بقول لي كفاءة البويلر خمسة وتمانين في المية يعني بيقول لي لو جبنا محطا تين? محطة استخدمنا فيها توليد او استخدمناها في توليد الكهربا فقط. ومحطة استخدمناها في توليد الحرارة فقط. بحيس الخرج بتاع الكهرباء ايه بقى خمسين. والخرج بتاع المحطة او الخرج بتاع الهيت تبقى خمسين مساوي الخراج بتاع التنين لما كان يعني لو كان عندي الخراجت تلاتة كيلو واط كهرباء واتنين كيلو واط حرارة فاعتبر بقى ان الاتنين هينفسنوا عن بعض بحيث بقى كهرباء لوحدها والحرارة لوحدها يعني عندي اللوحدها ودائرة اللوحدة نستخدمناها في الحرارة واحدها. بحيث ده برضا كنت دي نفس الارقام هنا ونفس الارقام اللي كانت لو كانوا صيد. طيب هعمل ايه? قلت لها دي. قليدي عبارة عن اه اه اكستراشن كوندنسيشن ستيم ترباين. عندي اي مدود ستيم. عبارة عن اتناشة ونصف كيلو جرام بير ساكن. بي واحد خمسين بار تي واحد ربعمية درجة سليزيس. اتي اتنين هي اكستراشن بوين متين وعشرين درجة. ولكوندنسيشن اربعين درجة للحالتين. وبيقول لي اي ديال ترباين والبامبو مديني بتاعت البويلر او الخمسة وتمانين في المية. وقال لي ان على زائد عبارة عن نص. انت عايز اي تاكو جنيشن واي تاكومبان. طب ركز معي واحدة واحدة كده. ادي اول حاجة شكل الرسمة عندي اول حاجة ترسمي. عندك بويلر. دخلت ليه تربينة. التربينة حصل فيها لبروسس عند نقطة اتنين. والباقي يكمل في السايكل عادي جدا. سحبت انا من التربينة اه كمية ام. واللي مشي عندي واحد ناقص ام. فدي سميته نقطة واحد. دي اتنين دي نقطة تلاتة. الخارج من الكندنسر سميته اربعة. بعد كده رفعت من ضغط اربعة لضغط خمسة ايه? هو ضغط خمسة? هو نفس الضغط بتاع الخارج بتاع البروسس. حصل ما بين خمسة وستة طلع لنقطة سبعة. رفعت من ضغط سبعة لضغط رقم تماني. يبقى عندي كم ضغط عندي في المسألة? عندي تلات ضغوط. ضغط رقم واحد. اللي هو ضغط الدخل على التربينة. ضغط رقم اتنين هو بتاع الاكستراكشن. ضغط رقم تلاتة اللي هو الخارج بتاع التربينة اللي الداخل على الكندنسر. باترة ادخوزه عندي بالشكل ده كده اهو. اللي انا عارفه منهم الضغط بتاع التربينة هو خمسين بار. ولسه هشوف بقيته الضغوط عندي هشغل عليها ازاي? بس الان اعرفه ان خرج من نقطة واحد على اتنين وتلاتة مرة واحدة. لشان ما فيش للتربينة عندي. نقطة تلاتة اتكسف لنقطة اربعة. ومن اربعة رفعنا الضغط لنقطة خمسة. طيب رفعت نقطة نقطة خمسة. طب من ضغط ستة او درجة حارة ستة. درجة حارة ستة اه موجودة على نفس الضغط بتاع خمسة وستة اختلطوا مع بعض طلعتوا نقطة سبعة فنقطة سبعة موجودة على نفس خط الضغط ولكنها موجودة ما بين خمسة وستة. بعد كده رفعت نقطة سبعة لنقطة تمانية عن طريق البوم. بص كده معي واحدة واحدة. انا لكل من اللي عايز اقول بتساوي 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 ايه? بتساوي الاي زائد الكيو هيتنج. الاي لها الاكتركة الباور زائد الكيو هيتنج على الكيو ام. طيب انا محتاج اجيبي الاتشات. هاجيب الاتشات ازاي? قلت له انا معايا بواحد خمسين بار تي واحد اربعمائة درجة جيبت نقطة واحد. طب عايز اجيب نقطة اتنين وتلاتة. قلت له ما انت عندك نقطة اتنين اصلا درجة حارتها متين وعشرين درجة. ده اللي حصل عندها ايه? اكستراكش. ونقطة تلاتة درجة حارتها اربعين درجة. ما هو قال لك النقطة التلاتة اربعين درجة. هي فين ما اعرف المسألة? بيقولك دلوقتي. اه اه ام اند كوندسيشن فور بونست تربين اند بروسس ات اربعين درجة. بحصلة لكني يكون نسبة عند اربعين درجة. كويس او. يبقى انا اقدر انزل من واحد على اه درجة حارتها متين وعشرين درجة واقدر حانسل لحال درجة حارتها اربعين درجة. اقدر اجيب ا اتش اتنين. وكمان اقدر اجيب الضغط بتاع نقطة اتنين. اللي هو بي اتنين هو بي اكس التركشن هو تلتاشة اربعة. ازاي بقى? وهنا عندي معلومة عن نقطة اتنين وانا بنزل ايزونتروبيك. قطعت الخط بتاع مع درجة الحرارة اللي هي امتين وعشرين درجة في نقطة. سمتها نقطة رقم اتنين اللي هي قدر نجيب عندها اتنين. نفس الكلام عند نقطة التلاتة. عندي درجة الحرارة اربعين درجة. واقدر انزل بخط اللي هو اه ايزونتروبيك. اقطع من درجة حرار 20 درجة في نقطة. سمتها نقطة تلاتة. اقدر اجيب منها البي عند نقطة تلاتة. منستيم تيبل اقدرا جيب بعدم خلاص جبت بيكو نديسيشن. هاقدر اجيب نقطة اربعة لها دي. انه اعملت نقطة امم تبكي بتاعت الاكستراكشن. اقدر اجيب نقطة اربعة اا او اتش اربعة بس او اتش اف عن ضغط بتاعت بكون دنسيشن وقمتلع سبعة كيلو بسكال. هقول له بتاع بيتساوي خمسة ناقص بي اربعة. يبقى واحد من الف في الف وتلتمية ناقص سبعة. طبعا بالكيلو بسكال. اقدر اجيب من هنا الباور بتاع اللي هي بتساوي اتش خمسة ناقص اتش اربعة. مدام مش مدين دي البام. فاقدر اجيب من هنا اتش خمسة هتساوي مية اربعة وستين وتلاتة من عشرة كيلو جول لكل كيلو جرام. طيب نقطة ستة نقطة ستة اللي هي نقطة دي كده ها. بتساوي ايه? قلت له ما انت مديني درجة حرارة ستة. شو قالك? بتاع بروسس ونفس بتاع التربينة عند اربعين درجة. يبقى بتساوي اربعين درجة. طبعا عايز اجيب اتش ستة. اتش ستة وتساوي السي ووتر في تي ستة. يبقى اربعة وطمانتشر من مية في اربعين درجة. وقلنا اللي بنستخدم كونون ده عشان ده وقت حصل عنده يبقى قدر اجيب نقطة ستة. يبقى انا دلوقتي معاني نقطة اربعة ونقطة ستة. وقدرت اجيب نقطة خمسة عن طريق البامب. نريس لي ايه? نريس لنقطة سبعة. هقول له عشان اجيب نقطة سبعة. هقول له اه بتاع البامب وخلي اليتا ميكانيكا مية في مية يعني من الاخر هقول له ان اه الالكتريسيتي او بتاع التربينة بتساوي الباور اه بتساوي ام دوت ستين في اتش واحد ناص اتش اتنين زايد واحد ناص ام واحد في اتش اتنين ناص اتش تلاتة اللي هو الباور انا خدته من التربينة اهي اتش واحد ناص اتش اتنين اللي ماشي واحد ناص ام في اتش اتنين ناقص اتش تلاتة كله ده مضروب في الام دوت ستين. طيب اللي انا خدته عبارة عن ايه? عبارة عن ام دوت ستين في ام دي كنسبة يعني. اتش اتنين ناقص اتش ستة. طيب هتعمل ايه? قلت له انت قد تمديني. انا قلت له عشان اجيب الاتش سبعة اتش تماني. هقول له انت قد تمديني اي او عند ال Kalau. وعلى بيتساو نصف. فهقول له هأسم على اه هأسم على واحد. يبقى واحد على نصف بيساوي i زات كيو هيتنج على اي. بتساو واحد زاو على اي. ازاي بقى ما هو اي على اي بواحد. زاو على اي? اهي. طيب هو اصلا كيو اتش على اي بيتساوي عقل طول ما هو كيو اتش ديت. عبارة عن ام دوت ستين من ثلاثية جمان فوقهم. في ام وي اتش اتنين نصدي اتش ست. والام او الالكتريكال عبارة عن في القانون ده كله. طب هضر اغطير ام دوت ام ام دوت ستيم. هيبقى لك ايه اتشي اتنين واتشي ستة مضربة في ام. واتشي واحد واتشي اتنين واتشي اتنين واتشي تلاتة. طبش كل دولة تجيب عندي كل اقدر اجيبها او لا لسه اجيبها حالا. يبقى المجهولة عندي في القانون ده كله ايه? قيمة الام فقط. يبقى قدر اجيب قيمة الام عندي. لما اجيب كمية الام اقدر اعمل عند نقطة ما يبص كده معايا? هي نقطة دوت. ايه اللي داخل ميها وايه اللي خارج لها? من خارج منها? داخل لها ام في اتشي ستة. واللي جاي من هنا اهو دي كده اهو. واحد ناص ام في اتشي خمسة. بيسوي ايه? بيسوي واحد في اتشي سبعة. حلوة او. هنزل تحت كده اهو. اتشي ستة زائد واحد الناص ام في اتشي خمسة. مش كلتو كلها جانت في الام. بطولها استخدم المعلومة اللي هو اللي عليها في المسألة. اي زائد اي على اي زائد اه بيسوي نص. اقدر اجيب من هنا قيمة. يبقى دلت كده اجيب قيمة الام خلاص. عايز اجيب اه اتش تمانية. هقول لي بتسوي في في بي تمانية نقص بي سبعة. اعود بالكيلو باسكال. هقول لي الورك من باتنين ده بيسوي اتشي تمانية ناصل اتشي سبعة. وانا لسه جاي باتشي سبعة من فوق اهي اقدر اجيب منها اتشي تمانية. انا كل ده اه كل ده بات شغله عشان اجيب بتاعت فانا اجيبت كده المستفاد نقص ايه? اللي انا دفعت. طب الان انا دفعته مديني لي افشنسي اصلا. مش هو قال لي بتسوي خمسة وتمانين من مية. طب هي بتسوي اصلا ده. اي تابويلر زائد نفسها بتسوي المستفاد اللي انا استفدته منها. على اللي انا دفعته. طب هنا دفعت ايه في اي تابويلر? دفعت فاول. مش فاول. وهوى. وعملت اجنيشن. حصل حرارة. فالحرارة ضياد قدتني كيو. طيب. يبقى ال اي تابويلر بتسوي. كيو اد على الكيو امبود. طيب الكيو اد اللي انا استفدت منه في السايكل بتاعتي. ما بين نقطة كام ونقطة كام. ما بين نقطة واحد ونقطة تمانية. نقطة واحد ونقطة تمانية. يبقى اما دوت ستين في اتشي واحد. نقطة تمانية. على اي تابويلر اي خمسة وتمانين من مية. يديني انا كنت اصلا مدخل هيتنج المقدار قد ايه. يبقى اي تابتا بتاعت الكيو بتاعت الهيتنج. على كيو الامبود. يبقى هتساوي. فهاعوض في القانون ده يبقى مدوت ستين في اتش واحد ونقطة اتنين زائد واحد نقطة ام في اتش اتنين ونقطة تلاتة. ده الالكتريكل. الهيتنج مدوت ستين في ام اه في اتش اتشي ستة. على الكيو امبود عبارة عن ايه مدوت ستين في اتش واحد نقطة اتشي تمانية على الايتا بويلر. هتاير ام ستين كله مع بعض. كل الايتشيات معي. والايتا بويلر معي جيفن. هقدر اجيب الايتا بتاعت الكو جينيريشن. هنطلع تسعة واربعين واربعة من عشرة في المية. ابنس لي مطلوب واحد اللي هو بيقول لي هات الايتا كومبايند ايتا كومبايند لو كل واحد جيبته لوحد. يعني الكتريكل لوحد دها والاستيم لوحد. برضو كولد بتساوي المستفاد على المدفوع. بس كده معي قبل بس ما هقول لك القانون هنشغل عليه على طب مرة واحدة هقول لك القانون ده جيه اصلا من ايه? هقول له ان الايتا كومبايند بتساوي المستفاد على المدفوع. حلوة. طب انا استفدت ايه? استفدت الكيليك الكتريكل باور. والكيو هيتنج. ودفعت كيو اد في الكتريكل وكيو اد في الهيتنج. اهو ادي باور اهو. صرفت او دفعت كيو اد تلعيه الالكتريكل. وكيو اد هنا هو وخدت كيو هيتنج. دي في حالة الباور دي في حالة السيرما. طيب وهنا عندي اصلا ايتا بتاعة العبارة عن ايه على كيو اد في الالكترك وكذلك بيساوي كيو هيتنج على كيو اد في الهيتين. ده لو بتكلم على وده ما تكلم على السيرما اليونت باور يونت قصدي بيها انها استفدت الكهرباء. السيرما اليونت اسال بيها انها استفدت الحرار. يبقى هعمل ايه? قطر بواسطة خالص جل ما هعمله? ان انا هقوله ان بتسوي اي زائد كيو اتش على على كيو اد الكتريكال زائد كيو اد في الهيتنج. حلو. هشيل بقى الكلون اللي تحت الدولت واعود بالقيم دي. ازاي? قطلو بتسوي اي زائد الكيو اتش على اي على ايتا الكتريكال زائد كيو اتش على ايتا هيتنج. بزي شيلت الكيو اد دي الكيو اد دي وعطي قمته. حلو او بعد كدة قطلو هقسم على ال اي زائد الكيو اتش هقسمع على اي زائد كيو اتش. بسطا ومقاما. يبقى اي على كيو اتش في البس يبقى ابو واحد. وه worrying هنا يبقى اي على اي زائد كيو اتش ايتا الكتريك زائد كيو اتش على اي كيو اتش في واحد على اي تا اه الهيتنج يعني. طيب بعد كده قلت له هو انا مش عندي اصلا اي على اي زائد كيو اتش اللي هي على ايه زائد هيتنج وانا بنسميه نص اه اللي هو كانوا يسميه فريكشن طيب ايه رأي كان هتديه رمز اي سمول هتديه رمز اي سمول اللي هو ايه اللي هتدي رمز اي سمول دوت الالكتريكال باور زائد كيو هيتنج فلنا ديتو رمز سميته ايه طيب ايه هقول له الكيو اتش على اي زائد كيو اتش اللي هو ده اللي حتة دي كده هو ده كده هعمله هنا كده بصها على اي زائد كيو اتش هضيف اي وهنقص اي هضيف اي وهنقص اي لكنه عمتش حاجة ليه ده كله انا بعملوا ده كله عشان هقول له بص كده معي علشان اقول له هاخد ده كده مع بعضه وهاخد الجزء ده لوحده في بقية زائد كيو اتش على اي زائد كيو اتش بيسوي كام واحد طب اي على اي زائد كيو اتش هتخرجت برا هي طب مش ده هو نفسه الاي ديت صح ولا يعني ممكن يشيل دي كده هو وحط مكانها واحد نقص اي طب وده الاية ايا 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 اي ممكن يشيل ان اتنين حط مكانوا ايه يبقى القانون عندي اي بقى شكل عامй ازاي بطاعة اي تا كنبايних بص انا وصلت من اي تا كنبايير من الشكل ده لحد فين بص كده معي اها بقى ده شكل القانون ال اي تا كنبايير وهي تا كنبايير بيساوي واحد على اسم اي اللي هي كانت بنص هو في اول مسألة كانت بنص هي الي هي الكتريكا kettle زائد هيتنج. على ايتا الكتير كال زائد واحد ناقص اي على ايتا هييتنج. طيب هتعمل ايه بالكلام ده كله قلت لبص معايا كده معايا هل عمل ايه واحدة واحدة كده اهو. يبقت الايتا كومبايند بتساوي واحد على اسم ناقص اي على اي harmony. الكتير كال زائد واحد ناقص اسم ناقص على ايتا هيتنج. والاي احنا اخدنها بنص. طيب. والايتا هيتنج قال لك فورستيمي جينيريتور. او بوينت تمانية خمسة. اللي هي على كيو آل. طب ايتا الكتريكال دي اللي مش عارف. هعمل ايه? قلت له الايتا الكتريكال هي ايه على كيو آل. هتعمل فيها ايه? قلت له هاخد اعمل ساكر صغيرة كده. ما فيهاش غير الكتريكال بس. عندي اه البويلر بويلر وتربينة وكوندينسر وبام واحد اتنين تلاتة اربعة. انا اللي كله عايزه الايتا بتاعت الالكتريكال فاقوله المسافد على المدفوع. فالمسافد اللي هو كيو آد عبارة عن اما دوت ستيم في اتش واحد ناص اتش اربعة. اللي هي بتسوي السي ووتر في تي اربعة على الكيو آد في الالكتريكال. الكيو آد في الالكتريكال هاخدها وحط ما خانها هنا واحطها هنا هاو كده هوا. لها عبارة عن اما دوت ستيم في اه اتش واحد ناقص السي ووتر في التي اربعة على ايتا بويلر. اقدر اجيب الكيو آد. بعد كده هقوله الالكتريكال اه من الحالة القابلة دي كانت بتساوي اه عشر تلاف تسعمية واتناشر ونص كيلو واط ده من الحالة السابقة. واقوله ان الايتا الكتريكال عبارة عن الايكتريكال باورا على كيو آد في حالة الايكتريكال. يبقى تساوي رقم اللي انت جيبته دوت على الكيو آد في حالة الايكتريكال لما عملت السايكل الصغيرة دي. لان السايكل الصغيرة عملتها ليه? لان هو قال لي الايكتريكال باورا لوحدها والهيتنج لوحدها. اعود في القانون الان انا لسا جايبه للكومباين سايكل اللي كان مجهول فيه فقط انا معي واحد على الاي بنص والايتا هيتنج بخمسة وتمانين اه في المية. بس الايتا بتاعة الايكتريكال لانا عملت لها ادايرة الصغيرة ديت. وطلعت في الاخر ما عودت في القانون تلعت عبارة عن تلاتة تماني. مسألة تقيلة شوية هي كل الحكاية ان انا استخدمت القانون ان عادي بتاعي او الشكل اللي عادي بتاعي. وبدأت احول لوحدة وحدة. قلت انا مش عارف الايتا او الكيو ادت في الالكتريكال وكيو ادت في هيتنج قد ايه. اه فاستخدمت جبت منه الايتا الكتريكال اشوفت القانون بتاعها ايتا هيتنج وقانون بتاعها. عوضت بالكلام دوت ما كان الكيو الكيوهات المختلفة ديت. بعد كده اسمت على الاي زائد الكيو اتش فوق وتحت بسطو مقام. اطلقت اما هي اي على اي زائد كيو اتش دوت انا هسميه اي. اللي هي الفريكشن او سوري الفريكشن اللي هو نص دوت. وهحاول اخلق دوت هنا هتعمل الكلام ده ازاي? وطوله عن طريق اضافة اي وهطرح اي ده مع ده. اكيد ما عملتش حاجة. فواحد ناقص اي على اي زائد كيو اتش. اللي هو واحد ناقص اي. رحت معاها في القانون بتاع الايتا كومبايند. معاي ده بنص وده بنص. والايتا بتاعت الهيتنج بخمسة وتمانين من مية. اللي هي بتاعت البويلر او الستيم آآ جنريتور. والايتا الكتيريكل عملت لها السايكل الصغيرة اللي احنا نستشايفينا من شوية دية. كل اللي انا قدت محتاجه فيها هتجيبه ازاي? اهو عشان برضو كننا استاخد بالها. قلت الايتا الكتيريكل بتسوي المستفادة عن المدفوع. طبعا انا معاي المستفادة اصلا من حالة السابقة اللي انا عملتها في الاول تلع عشرة تفتة سعمائة واثناشر. والكيو اد اه اه هجيبها ازاي? اهو الكيو اد الكتيريكل بسوي المدفوع ستين في اتش واحد نقص سي ووتر في تي اربعة معي تي اربعة معي الاتش واحد. على الايتا بويلر اقدر اجيب الكيو اد. خدت الكيو اد عوضت بها هنا هو معي الكتيريكل من الحالة السابقة. جبت منها الايتا الكتيريكل. اقدر اجيب من هنا الايتا كومبايند سايكل. كده بحنا حالينا الشيت بتاعنا.